احنا سمعين صوت طرق مش عارفين صوت ممكن مطاطي ممكن خرطوش مش عارفين عادة في الولعة ده حوالي قدلت الساعة كده الناس وقعدة بتصلي جوه في امان الله وصدد ده كان مستمدد صوت طرق مش عارفين ده رصد الصلة اول ما خرصد ولقيت الناس بتطلع بطلق شوية شوية زاد بس انا مرقيتش حد بيقع كنت برضو متطمم بعد حوالي عشر دقايق من الصلة بص لقيت وحد بيقع مع اسود طلق من اللي طلعه جريت عليه جاي بشوله انا اقولت طلقه جاي في جنبه لقيت مخه وطلع وكان كل الدم طب هو فين دلوقتي الناس روح على الناس برحبية مره ميدان طلعه بيقع خلقه المستشفى اهين توريني ده دمه لا اعبس اسم طبعه طبعه تلقي سنة تلقي سنة تلقي سنة توقف عن الكامل اينا تخفض عن الحديد وخطر للشباب لدي بصة واعت منه وبص عليك بصة خس كمية نا تاعت من ناحا تتالي عندما وصلت كانت الساعة تقريبا ثلاثة ونص أو أربعة معنافت صوت كل ميدال لأنه كانت تحصل كمانا وكافر بكل مدازل فاستنت عند مدخل السفر الأمريكية هناك مع ربية المدازل كان يحصل في ناس تلقبض عليها كثير جداً في ناس يدرسوها عند مدازل السفارة ويعتبوها فتح بعدين في مصابت جاه وشه متغسر معايا بياناته ودينا أصر لأي بعدها أعرف ترجع تاني لأنه جاءنا تاني من أصراني بيش الشرطة نسألة المدازل بقى مستغنى يعني أنه يقدر بتحرك فيه بعدما انسحبوا رجع تاني وشطف هنا كده بيحديده لكن بقية المدازل مفتوحة عرفت ساعاتها أوصل لمسجد عمر مكرم لو وصلت عمر مكرم اتفاجئت أن فيه حالات كتير حارجة جداً وهم بيقول أن الإسعاف تتعايزين فخراج تجارية جبت الإسعاف من المكان عند هاناك شايفرد هناك عربية الإسعاف أخلعتهم من كل الخرق وبدأ لننقل المصابين من هنا المصابين كانت كلها حالات طلق ناري الحالات الحارجة منها كان طلق ناري في السدر وكان فيه طلق ناري في الدماغ دورتا ذاك دو الحالة الثانية اللي هي طلق ناري جوه اللي هي فصصة مع الحكت مجرح جداً ودينا تحدق الباقيين دلالت موجود ahora طلق ناري في السدر في حالة في حالتين في السدر وحالة في الرأبة وفي حالتين في السقين ما بين طلق ناري والون خرطوش حالاتهم حالاتهم الحالاتهم نحن فلها مستثرة اللي في السدر و في الرأبة حالة الجاسر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة